هو معيار العمر في البداية يخليننا أحياناً نغير الجواب يعني مثلاً لما تنخطب بنت عمرها 22 سنة أو تنخطب واحدة عمرها 42 سنة المعايير تفرق عندنا لما تصير واحدة عمرها 22 أو 20 مستعدة تحط 20 شرط هل تقبل ولا ترفض وما زال عندها متسع من الوقت لكن لما يصير واحدة عمرها 42 وما سبق لها الزواج يصير لما تنخطب حتى لو عندها ملاحظات كثيرة في كثير من الأحيان تقبل بهذا الزواج فإذا معيار العمر عندنا يخلينا نغير جوابنا من حالة لحالة في معيار ثاني هم مهم اللي هو معيار العائلة يعني مثلاً أنا خلفت رض شاب خطب بنت من حيث الشكل العام بينهم توافق تعرفوا على بعض أكثر هي اكتشفت أنها عائلتها محافظة أنا أصير واقعي أكثر في الجواب أنا عندي حالة يعني البنت محجبة الأسرة كلها محجبة يجتمعون مع بعض عندهم مناسبات دينية يروحون عمره في رمضان فعنده الشاب اللي خطبها من أسرة منفتحة جداً ما فيها أحد من الطرف النسائي محجب الصلاة مو قضية عندهم هي عائلة تجارية هدفهم في الحياة فلوس بينما العائلة الأولى البنت المخطوبة قضية الفلوس مو قضية راضين ومرتاحين وعيشة بسيطة طيب هنا سؤال أكمل معاولة ما أكمل هي حين حست خلاص شافت في فرق هنا هذه من المسائل الشائكة شوية ليش؟ لأن في اختلاف في البيئة في اختلاف في الثقافة في اختلاف بالتربية هني الواحد يتردد شو الجواب على هالمسألة؟ احنا نجاوب بثلاثة معايير أي شخص متردد نقول له أمامك قرارين القرار الأول في ثلاث معايير عشان أنت تقبل أو ما تقبل المعيار الأول بصري وهو شكلياً مقبول عندك ولا لا المعيار الثاني عقلي أنت لما تكلمت معه حسيت فيه انسجام بينك وبينه ولا لا؟ المعيار الثالث قلبي تحرك قلبك ولا لا؟ فإذا الثلاث معايير كلها تحركت بشكل إيجابي هذا يشجع نحو الزواج هذا المعيار الأول المعيار الثاني اللي هو دراسة حالة العائلتين يعني أحياناً أنا عاجبني الولد أو الولد يعني معجب بالبنت بس العائلتين مو مراكبين على بعض وهني رح يتواجههم في المستقبل مشاكل وأنا عندي مشاكل وايد هذا جانب جانب ثاني أحياناً يصير اختلاف المذاهب يعني الخطبة تصير بين سني وشيعية أو شيعي وسنية طيب يتزوجون ولا لا أنا أتكلم من الحالات اللي عندي الزواج بين أثنين فالغالب ينجح وين تصير المشكلة في اختلاف المذاهب لما الله يرزقهم عيال لأن كل واحد منهم ياي من مدرسة مختلفة في التربية فيصير أهوي يطبق مدرسته وهي تبقى يطبق مدرستها هنا يصير إشكال ويصير احتكاك وعندي حالات طلاق في هذا الملف فأحياناً تكون الخطبة جيدة ومعاييرها جيدة لكن أنا ما أحكم على المسألة بهذا الجانب أنا أشوف جدام عشرين سنة ثلاثين سنة ممكن ننجح في الخطبة بس طيب نفشل بالزواج ايه ما استفدنا ممكن ننجح في الخطبة وننجح في الزواج لكن لما نيب عيال نفشل ما استفدنا فإذا أنا عشان أخذ قرار أستمر به الخطبة ولما أستمر لازم أكون دارسها واقعياً ودارسها مستقبلياً مرة ثانية أنا قاعد أتكلم حق الأعمار الصغيرة الأعمار الكبيرة لو واحدة عمرها خمسين أنا عندي من يومين واحدة عمرها ستة وخمسين وتقوها مخطوبة عندي واحد ما تزوج وعمرها الحين خمسة وستين وراح خطب لها واحدة خطب لها واحدة سبعة وثلاثين عمرها هنا نقاشنا رح يختلف والمعايير عندنا رح تختلف لأن ذاك اليوم أنا عندي وحدة شذي عمرها عمرها واحدة واربعين ما تزوجت وخطبها واحد وعمرها اثنين وخمسين تعطي ليش رايك قلت لها قبل لا أقول رايي بس سألت شنو هدفك أنت أنت يعني شنو هدفك أكو حريم هدفهم ريال أكو هديم أكو حريم هدفهم عيال أنت ريال ولا عيال شا تقولي لها اثنين قلت لها طيب ناخذها واحدة واحدة إذا هدفك ريال هذا يصلح لي شوية لأول شا تقولي حندي شوية ملاحظات عليه قلت لها زين العيال شي يقولون الدكاترة يقولون أنت قابلة للإنجاب وللأبها العمر شا تقولي والله أنا استشارت أخصائية واستشارية أمراض نصف ولادة شا تقولي جدامج بعد خمس سنين قلت لها زين أنا مراهي إذا أنت عندك هدف العيال عندك هدف الريال والريال نص نص والعيال مضمونين أنا قلت زوجي يعني النسبة أنا عنديها صارت سبعين بالمية وبهالعمر الزواج صعب يصيرين مية بالمية فأنا أقصد مرة ثانية في مجموعة معايير مثل اللي يختبرون هذا اختبار في التحاليل الكيميائية في المختبر زين نحن كل حالة ندرسها بروح علشان نجاوبها الجواب الصحيح علشان نجاوبها الجواب الصحيح